السلام عليكم كيف حالكم إن شاء الله طيبين معاكم أحمد ورجعت لكم بلعبة حياة الذب أخيرا نزلت تحديث حق الجراء وحق التربية وحق الاهتمام في القطيع حقك والشيء هذي اللي كنا نتظرها من الحلقات اللي راحت اللي تقريبا قبل شهر أو شهرين فنزلت تحديث قبل يومين تقريبا ومرة حماس صراحة فنبغى نشوف الآن وين وقفنا آخر مرة وإش كنا نسوي فيه أشياء كثير زي بدأ بنسويها فخلونا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم طبعا راح نبدأ على طول نيو جيم بنروح نختار ماب شوف هنا الماب نختار سلوف كريك اللي هو التحديث الجديد طبعا لازم يكون عندك ميت حنا عندنا ميت حنا لعبنا اللعبة اللي قبل إذا ما عندك ميت ما راح تقدار تختار الميت اللي هو رفيقك فما يمديك تلعب سلوف كريك يقول لك روح سو لك لعب هذه اللعبة العادي وخذلك ميت بعين تعال هنا تحني عندنا الميت حقنا اسمها كاسا مسمينها فنقدر نبدأ على طول كنات داي همش اننا ما يموت الصعوبة تشيلنجيك تحدي ما نبغى الايزي ولا نبغى الاكيروت الدقيق مرة لأن الدقيق مرة شكلها واقعي نبغى تشيلنجيك خلا يعني زي ما تقول نورمل فيه أشياء هنا ضايفينها فاميلي تري الميت حقي وهذا هنا غوست اشتركوا في الميت عندها ستمينا ناقص واحد عندها الهلث اثنين وانا انا انا ما صفر صفر واحد اوكي عندي سترينك في واحد اوكي انا قوي عندي قوة انا اوكي انيوي معلن ما لشياء هايب اعطنا السلوف كريك ستارت قيم نقل عم الحماس باسم الله الرحمن الرحيم سرفايفل اوف ذا باك نجاة القطيع المم اللي قاعد يتكلم عن قطيع ومدريش اوكي هلا والله هذا الميت حقنا يقول استابلش يور تيرتوري ابن او اسس المنطقة حقتك انت والميت حقك راح يجيكم جراء قريب جدا فلازم تسيطرون على منطقة في السلوف كريك وبعدين تهتمون لما يولدون الجراء حقتكم تهتمون فيهم تختارون لكم زي ما تقول بيت ما تسمونا عرين عرين ما مادري زبدة بيت لذياب حقتكم يقول لك حتى الذياب الاخرى قاعدين يجيهم بابيز جراء وزي كذا وقاعدين ياخذون لهم مناطق بعض التعليمات البسيطة يقول لك كيف تتسوي المنطقة حقتك دعنا نشوف هذه مناطق الذياب الاخرى الأزرق والبنفسجي والأخضر نحن لدينا المنطقة هذه ونستطيع نسيطر على بعض المناطق حقه الهطفة تحت او اللي هنا او اللي هنا لكن راح نختار تحت دعنا نشوف الكويستس أول شي يقول لك نشوف يريد أن نسيطر على خمسة عشر معين يعني هذه شفتوا هذه واحد اثنين ثلاث أربع يريد أن نسيطر على خمسة عشر معين فلما نسيطر على خمسة عشر معين يجي هنا مفروض الهيكس وهنا يقول لك فيه دن او البيت فيه أربع يقول لك لازم تكتشفها حنا كتشفنا صفر تاونا زبدة الموضوع خمسة عشر منطقة تسيطر عليها وتكون قوتها خمسين بالمئة وبعدين توقع تسوي هنا تدور على العرين بعدين يجيك الأطفال وتربيهم حنا مهمتنا الأول راح نسيطر على مناطق خلنا نشوف لنجهة نختارها اوكي هذه الجهة مناسبة صراحة اللي حنا فيها فيه طريقة بالعواء وفيه طريقة بالبول اللي يعزكم شوف سيطرنا على المنطقة هالي اوكي هذا واحد السترينكث حقها عشرة بالمئة قوتها عشرة بالمئة نبغى أقوى من كذا فاخوي لما عززلي زي كذا وان عززلي بالعواء راح تقوى المنطقة تقوى السترينكث حقتها يا حبيبي شوف يقول لك ما تقدر ترفع اكثر من 25 بالمئة بدون ما تبول لايزكم على المنطقة ليش عشان تثبت يعني بريحتكو زي كذا فخاننا نعطيها بي تعالي خوي شيقول يو كانت انجريز ليه كم صارت المنطقة 25 قوها قوها يا رجال ايوه صارت اقوى الظاهر حلو صارت 75 بالمئة هذه المنطقة نعطيها عواء كذا شوي خلنا نشوف هل صارت اقوى صارت 85 بالمئة اعطنا العواء الثاني هذا كل نوع الاخر روح عشان عندنا خمسة عشر منطقة مطولين شوي ترى خلنا نشوف الان كيف صارت 100 بالمئة كذا سيطرنا على المنطقة الاولى طبعا هاليا ما في مشاكل انا ما في احد هذه ماين منطقة احد بس يمكن قدام شوي اذا بغينا نوسع عند مناطقهم وزي كذا بيجون هاو شونا بس عادي ما عندنا مشكلة حنا متعودين على القتال خلنا نروح سيدة كذا تحت شوي ونصيد لنا غزال لنصراحة في جوع شوي انا عندي جوع همشة تشوفون الفوق على السارحة هذا وشو هذا لو سمحت يا طيب نسيت كيف اسويلها ايا اوكي قرارت 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 قطعت 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 فيها قطعت قطعت المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة الصورة المترجم للقناة اشتركوا في القناة حسنًا اشتركوا في القناة تبهي 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 هذا اشتركوا في القناة 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 او المناطق البيوت اللي يبغى نستكشفها 2 من 4 باقي لنا 2 زيادة دعنا نستكشف 2 زيادة ونرجع ان شاء الله شكل هذا هو اللي قاعد يضعف المنطقة حقتنا يبغى يسيطر عليها يلا حرك وشوف هناك ثعالب مدري ضباع مدري وششي ما اخي ضباع ذياب قصدي قوة اي قوة في حاجة توقع انها دعنا نجربها يقول لك يكفز انت يخشي اللي يكفز لازم تعود علي يكفز يقول لك الريحة اللي انا احطها يعني هاي وينها اي هناك فوق بعد ما يمر 24 ساعة يعني بعد ما تنام وكذا ارجع احط ريحة مار ثانية وراح يقويلك المنطقة اللي يسير ما احد يقدر ياخذها او شي زي كذا هلنا نبغى نتكد حاليا هلنا نحن اوكي عطنا شوف هلنا شوف يطلع لنا كلام بيطلع لنا الشي ثبت كلامي اللي قلت انا لا شي هلنا شوف اتوقع انه مهب زي ما قلت انا لا بس انه يرفعها على طول مية بالمية توقع بدلا ما تقول تنابح وتعاوي خلنا نشوف المنطقة هذي حقتنا السيطرة فيها 62 بالمية للحين لو اجي هنا واعطيها كذا ريحة اجدد الريحة هل بتصير على طول مية بالمية نشوف يب نعم معلومة صحيحة حتى ما ادري بعدين هل بتصير تنقص ولا لا لا هللق على التنقص شوف هذا نقص على طول يا رجو والله شغلكم واجد يا اخي والله شغلكم واجد خاصة المناطق اللي جنب الذئاب اوكي لازم استكشف بيتين على السريع عشان على قل بس نجيب الجراوة خلاص بعين تروح المناطق بكيف امعلن منها يعيال اكتشفنا ثلاث بيوت شوفو ثلاثة من اربعة وكل شي وضع تمام بس هذي المنطقة اللي حن فيها نبغى نقويها ونكتشف بيت واحد زيادة فحن الان شوفونا تحت هناك فوق راسي يعني هنا مكتوب او فيه علامة ان فيه بيت قريب فنبغى نطلع البيت القريب ذا وبرضه نبغى نقوي المنطقة هذي خلنا نقوي المنطقة اولا بعدين نشوف البيت هذا وينه لان اذا شوفنا البيت وينه راح نكمل المهمة الاولى حقتنا الكوست الاول خلنا نشوف الكوست الاول بس عشان اتذكر انا وانتم الكوست الاول يقول احددلك منطقة بعدين اختارلك بيت بيت يعني سيطر على منطقة مناطق بعدين اختارلك بيت الاطفال لما اختار البيت او خليه هو العرين حقي وحقي الجراء راح يجون الجراء فحن الحين خلونا بس نطلع هذا البيت الهين عندي مادر وينه يقولي عندك بيت قريب منك وينه طيب طرى بعضا كده تجي حفرة حفرة في الثلج ممكن هنا لا طيب وين الريحة هذا الريحة خلنا نقوي المنطقة بس لو نعطيها ريحة نقدر يقول لا انت يبغالك 24 ساعة انت تقدر ترجع هنا تسوي الريحة مرتهانية نحن بنعوي اذا عوينا برضو نقوي المنطقة انا و الخوي شوف صارت ست ثمانين بالمئة كفي كفي ست ثمانين خلنا ندور حين البيت معانا يطفش سالفة البيت هذي يعني منطقة كبيرة مرة و يخلونك تدور فيها فالاخير يطلع شي صغير بسحلة شي ان العلام بذا صارت باهتة شوي معانا انك بتاعد ترجع شوف لما ارجع الحين صارت صفرة اوكي او صار اللون اغمق شوي كذا هنا صار باهتة اوكي معانا هنا في مكان ما عادي بعض الحين تلقى البيت يكون في الشجر هذا هو البيت هذا هو من شكله هذا هو نعم اخيرا كملنا الشروط الثلاثة الهين وسع المنطقة 15 من 15 و قوة المنطقة قوة السيطرة فيها برضو اكتشفنا اربع مناطق محتملة ان ننسكم فيها او اربع بيوت محتملة ان ننسكم فيها فنش كويست شوف تريتري استابلشت يقول لك سيطرت على منطقة و مادريش يقول لك افضل شي ان اذا نزلت السيطرة من ثلاثين الى اربعين بالمئة روح يعني اعدى السيطرة و قوة المنطقة فعشان كذا خطط الصيد حقك في المناطق اللي هناك اللي تحتاج يعني انك تتقويها فكرة حلوة اي 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 لا حد يختار للبيت ذا ما بيه اه تغير الموسم يقول هل هذا المكان تشوف انك كويست يسكنوا فيه وراعينك والله حلو هبس انه بعيد هناك شوي يقول لك هذا البيت لان ما فيه اشجار حوله تغطيه يقول راح يكون معرض لهجمات السقور او النسور عفون ايقل ايقل نسر ايه معرض لهجمات النسور يعني ممكن يهجمون على اطفالك لكن الكوغر اللي هو ذاك النمر مدري الاسد الجبل مدريش يسمونه اي اسد الجبل عندها ماكن اقل هنا انه يختفي فيها يتخفى فيها ويهجم اباغت عيالك فهنا بنكون عرضه للنسور نسور كيف اكتلها انا النسور ما اقدر اكتلها لكن الكوغر اقدر اكتلها على اقل وقول له نتناو نقول له نتناو احسن خلنا شوف كذا يقنل وردي فى اقيب الان ايقل 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 اصبع ايقل لكنك الكوغر بو او نسور ايقل 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 هنه في دب يا حبيبي وين البيت أصلا؟ يا الدب شوف البيت هذك وفوق حفرة في الأرض حفرة غريبة كده بس خنشوف فينش فايتنج فرست لا ما بغا قاتل ما بغا قاتل يقول في منافس قريب في المنطقة كومبيتتور خنشوف هذا نفس الشي يقول لك مكان صغير عرض الهجمات النسور لكن الكوغر ما عندهم فرصة انهم يهاجمون هنا هنه أنا ودي اواجه الكوغر ولا النسور الصراحة أبفتكم النسور شوف شوف النسر هذو شوف يبغي يهجمع الأرنب هل أقدر؟ ما أقدر أهاجمه شوف والله مشكلة يبغى الأرنب أخر أخر بس ولا ما تأكل أنا بأكل هات يلا بس يلا السمن عندنا صغرة مرة لأننا تعبانين نبغى ننام لكن نبغى نخلص من الموضوع لما نبغى ننام نلقى ناس سيطرة على بيوتنا ولا خربوها ولا شي أقصد مناطقنا نبغى نضمن الجراء بس كيف البيت هذا؟ هذا شكل جيد يا يار خلنا نشوف نفس السالفة كلهم نفس السالفة عرضوا لهجمات النسور أقل لهجمات من الكوغر تدري شلون؟ نقول له يس خلص اخترنا البيت ذا خلنا نسميه نيم يوردين بسميه ماي هوم يو فوند ادين بس ليدي فور بوب حولو كذا أتوقع الجراء بتجين في أي لحظة مادري صراحة بس اتوقع هلا والله بالجراء هلا والله والله جبنا عيال كم واحد؟ واحد ثنين ثلاث أربع خمس ستة يو كان تشينج ذا نيمز ليتر انت باكن في وفتر يو أقدر أغير أسماءهم يعيال تدرون شلون؟ أكثر تعليقات يجي عليها لايكات راح نختار الأسماء إذا عندك اسم حلو اكتبه اكتب انا اقترح الاسم هذا كل واحد يكتب انا اقترح الاسم هذا التعليقات اللي ست تعليقات عليها أكثر لايكات راح نسمي الجراء حقتنا بس اكتبوا الاسماء بالانجليزي عشان نقدر نكتبها مو بالعربي بالانجليزي هميش ان يكون بالانجليزي ويكون الاسم يعني كويس تبقى تسمي اسم شخص بكيفكم الحرف الاف اتوقع في ميل حرف الام ذكر فعندنا ثلاثة اناث وثلاثة ذكور اختاروا ثلاثة اسماء اناث ثلاثة اسماء ذكور بالانجليزي وعلى لايكات زي ما قلنا بنحط الاسماء حقتنا حاليا ما راح اسميهم شي ولا راح اسوي كنتونيو بنقعد واكفين على اللقطة هذي وان شاء الله الحلقة الجاي راح نكمل كذا وصلنا نهاية الفيديو يا شباب اتمنى اعجبكم الفيديو سبحانك الله ومحمدك اشهدوا لا اله الا انت استخدركوا وتوبوا اليك السلام عليكم